من يضعون العراق وشعبه فوق كل اعتبار ويتحملون ضعوط أصحاب المصالح قلة ومن يحول القول إلى فعل ويقدم مصلحة الوطن على أي مصلحة أخرى في هذا الظرف العصيب فهو رجل المرحلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى أخاطبكم في هذه اللحظات التاريخية العصيبة وأبدأ حديثي المباشر بالتأكيد مرة أخرى على انحيازي إليكم بمشاعري وعواطفي وجهودي وبكل ما أملك من مساحة ودور وقوة أستمدها منكم ومن نهوضكم الوطني المجيد وهذا ما جسده رئيس الجمهورية برهم صالح من خلال اعتذاره عن تكليف مرشح تحالف البناء لشغل منصب رئاسة الوزراء أسعد العيداني ووضع استعداده للاستقالة أمام مجلس النواب وإعلانه الصريح بالوقوف مع الشعب في اختياره معكم في تظاهراتكم السلمية ومطالباتكم المشروعة ومعكم في رفع الحيف ومحاربة الفساد ومعكم بإنصاف القطاعات المظلومة والمهمشة من أبناء العراق ومعكم وأنتم ترفعون الرايات والأعلام العراقية عاليا لكي يبقى الوطن وطن جميع العراقيين وأن تكون تظاهراتكم سور الوطن وسياجه المنيع الرئيس صالح شدد في رسالته على ضرورة أن يكون الحراك السياسي والبرلماني معبرا دائما عن الإرادة الشعبية العامة كاشفا عن تناقض البرلمان في مخاطباته بشأن الكتلة الأكثر عددا ومختتم رسالته باقتباس قول الإمام علي رحم الله امرئا أحيا وأمات باطلا ودحض الجور وأقام العدل رسالة رئيس الجمهورية لقت ردود أفعال سياسية مؤيدة حيث دع الشيخ جمال الضاري جميع الساسة إلى الاقتداء به وثمن علاوي وقوفه مع الشعب فيما شكره السيد الصدر على رفضه من لا يريده الشعب جبهة الإنقاذ والتنمية اعتبرت موقف الرئيس تمسكا واضحا بجوهر الدستور ووصفت الحكمة هذا الموقف بالوطني الشجاع فيما رفض النصر استقالته والاستمرار بمسؤولياته الدستورية والوطنية الحل في الإصلاح الحل في تعاون الجميع من أجل حفظ الأمن العام ومواجهة المجرمين الذين يريدون سوءا بالعراق التأريخ يعلمنا أيها الأحرار أن صوت الشعب أقوى من أي صوت وإرادة الشعب هي الأمضى ومستقبل العراق هو هدفنا جميعا لأن يكون مستقبلا مشرقا وكريما مواقع التواصل الاجتماعي غصت بعبارات الشكر والثناء والإشادة بخطوة الرئيس صالح لاستفافه مع الشعب وتغليبه للمصلحة العامة الأمر الذي أدى إلى وضع صورته على المطعم التركي الذي يتخذه المتظاهرون موقعا لهم في ساحة التحرير ببغداد ترجمة نانسي قنقر